السياسة والاقتصاد والحرب مثلث ألقى برأسه على العلاقة الروسية التركية منذ أن أسقطت تركيا الطائرة الروسية فها هو رئيسه الوزراء الروسي ديمتري ميدفديف يأمر الحكومة بتنفيذ إجراءات اقتصادية في غضون إسبوعين تتعلق بالتجارة والاستثمارات واليد العاملة وحتى السياحة والمجال الثقافي بين الدب الروسي وتركيا وكلما ظهر الدلائل أن الأتراك فعلا طعنوا الدب الروسي غدرا تساقطت قائمة من قوائم العلاقة الروسية التركية وأحدثها المجال الزراعي حيث أوقفت موسكو تصدير الحنط إلى تركيا رغم وجود صفقة مقدارها عشرة ملايين طن التجار الروس لا يريدون إعطاء أي تعهدات قاطعة لتركيا في ظل هذه الظروف والمشترون الأتراك يفضلون القمح الروسي لأنه يعرض بأسعار أقل بالإضافة إلى قرب المنشأ من بلادهم من ناحية أخرى المحامد فيديا بلا تعليق مشاريع مشتركة وتقييد الطيران المدني التركي في المجال الجو الروسي والسفن التركية في المياه الإقليمية الروسية بل هناك اتفاقيات ومشاريع استثمار قد يتم دجميدها أو إلغاؤها فورا علما أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ 46 مليار دولار كما أنه سيتم الحد من استيراد المواد الغذائية التركية ووزارة الزراعة الروسية خلطت السياسة بالصحة حينما أوعزت للدوائر الصحية بتجديد الرقابة على الأغذية المستوردة لدواع صحية وهذا يعني في القاموس السياسي مقاطعة البضاعة التركية وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليو كايف أشار إلى أن بلاده قد تفرض إجراءات لتقييد خط أنابي بنقل الغاز بين البلدين تركستريم المزمعي إنشاؤه وأن إجراءات المقاطعة تشمل أيضا وقف الاستعدادات الجارية لإقامة منطقة تجارة حرة مجال السياحة تلقى أيضا ضربة قوية حيث طلبت روسيا من سائحيها في تركيا البالغين أربعة ملايين ونصف بمغادرتها ما يعني وقف التعاون بين روسيا وتركيا في مجال السياحة أما من الجانب التركي فقد عدى تجار أتراك الإجراءات العقابية الروسية ناقص خطر وإنهم باتوا على مشارف مرحلة خسارات متتالية لا مفر منها مراقبون في قطاع السياحة قالوا إن الأمر مؤثر جدا وأقله هو إعلان روسيا فرض الفيزا على الأتراك الوافدين لأراضيها بعد أن كانوا معفيين منها هذا وتعد روسيا المورد الأول للغازل تركيا بالإضافة إلى النفط الخام وزيت المحركات والقمح والألم اليوم الخام وخردة الحديد والصلب ترجمة نانسي قنقر